السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بالف خير وصحة وسلامة انتو كل حبابكم ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون نجحة ومحققة كل اللي انتو بتتمنوا بيه رمضان خلاص ارب يخلص والعيد اربوا كل سنة وانتو طيبين موضوعنا النهاردة عن ازاي تخلي الفراخ بتاعتك تبيد عن طريق انك تستمر على كمية علف مناسبة ايه هي كمية العلف المناسبة اللي هتساعد الفراخ البيضة بتاعتك ان هي تبيد على طول وايه برضو جنب العلف من وجبات مهمة جدا هتساعد الفراخ على انها يعني تفضل تكمل فيه انتاج البيض وما تقلش ابدا او تنقطع او يحصل لها اي مشاكل فيه انتاج البيض كل العيك دلوقتي تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصل لك كل الفيديوهات الجديدة اول باول ويلا بينا نعرف الروتين الخاص بينا اللي هيساعدنا على زيادة انتاج البيض من غير اي تكلفة او اي مشاكل مبدئيا كده انت لازم تحافظ على الطيور بتاعتك عموما من جوانب كتيرة قوي ممكن تسبب لهم مشاكل وامراض يعني لازم يكون فيه تهوية لازم يكون فيه شمس بنسبة قليلة في الايام اللي احنا فيها دي في درجات الحرارة العالية انما الشمس عموما يعني ما تكترش وما تبقاش ماليا السطح علشان خطر لازم يكون فيه نسبة كبيرة من الضلة علشان نقيهم من حر الشمس لكن لازم يكون فيه تهوية ولازم الشمس اتهر لهم المكان من اي فيروسات كمان برضو النظافة وتنوع الاكل اللي هنتكلم عنه النهاردة الروتين بتاعنا وكمان يعني كل حاجة اتكلمنا عنها قبل كده من اعشاب ومن خلطات ومن طرق ممكن تستفيدوا بيها برضو لزيادة انتاج البيض انما النهاردة احنا جايين نقول لكم باختصار شديد ان انت هتدي للفرخة الوحدة 30 جرام من العلف 30 جرام من العلف يوميا بكده انت هتاخد منها انتاج بيض مستمر لكن مش هتقدم ليها علف بس دي وجبة الصباح وجبة الصباح 30 جرام للفرخة الوحدة من العلف في الظهر بقى الوجبة التانية هتقدم ليهم عيش باس المفروك عيش باس المفروك دي الوجبة التانية هتكون وجبة مشبعة جدا لهم علشان خاطر بعد كده هتكون الوجبة التالتة بعدهم على طول خضروات الخضروات مهمة جدا لزيادة صحة ومناعة الطيور ومساعدتهم على الهضم وكمان الوجبة دي يفضل انها تكون بالليلة هتساعدهم بشكل اكبر بالروتين ده انت تقدر تحافظ على انتاج البيض بتاع الفراخ بتاعتك يستمر على طول وما يقلش أبدا ان شاء الله وبكده خلص فيديو النهاردة ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة واتفعل زر الجرس علشان توصل لك كل الفيديوهات الجديدة اول باول ونشوفكم على الف خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته